أحد أكبر المشاريع العملاقة في كاركوك بتصميم نفق ومجسر يربط عدة أحياء في المدينة أبرزها حيال احتفالات والمعارضة من أجل تخفيف الازدحامات المرهرية لكن هذا المشروع متوقف منذ أكثر من عامة الأمر الذي زاد من استياء المواطن هو اللي يقض بشكله لازم ينصح بها بس احنا عراقنا ما شاء الله يرجع ليه وراء صحيح ليه وصحيح هس احنا هذا كاركوك ما شاء الله بالخيرات يعني جسر صغير وكم متر فوق سنة ما يخلص موه صحيح العالم بتذيه العالم بتذيه سعى ازدحامات يفتر مدروان يروح ويهى المسافة وهذه ما شاء الله انت تشوف ازدحامات وسوق ورزق العالم عليه وروحه جاية تعدد المشاريع دون إنجازها واحدا تلو الآخر وإدخالها بالخدمة تسبب باختناقات مرورية فضلا عن قطع ارزاق اصحاب المحلات نهيك عن الحفريات والاتربة فهذه المشاريع لم تخضع لتخطيط دقيق لتنجز حسب المدة المقررة لها حسب مراقبين العمل الجماعي للمشاريع بدفع واحدة أيضا من أهم الأسباب التي أدت إلى تلكؤ هذه المشاريع يعني اللاحظ المقاولين يشتغلون ثلاثة أربع مشاريع في آن واحد هذه الثلاثة أربع مشاريع جاية تسوي اختناقات جاية تسوي مشاكل في داخل المدينة لكن لو بدينا مشروع مشروع بدأ بالمجسر كمل تحول على الثاني وعلى الثالث وبنفس الوقت يعني الأيدي العاملة قليلة اللي موجودة المبالغ اللي جاية تخصص ما جاية كفي فالمشروع جاية نصرف لربع يأذي المواطن ويبقى المشروع بس الناس تبقى عليه لا عمال ولا مهندسين في موقع العمل هذا كما كان في السابق حيث ترك العمل به ليزيد من معاناة المواطن الذي كان يستبشر خيرا بهذه المشاريع سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك